إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تمعدون المعنى إن الذين قالوا ربنا الله تبارك وتعالى وحده لا شريكة ثم استقاموا على شريعته استقاموا على التوحيد استقاموا على هدى الله عز وجل استقاموا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت قائلين لهم لا تخافوا من الموت وما بعد ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنيا لا تخافوا لا تخافوا على من الموت وما بعده ما تخافش من عذاب القبر ما تخافش من عذاب النار ما تخافش من منكر ونكير ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنيا يعني من أبناء من أحفاد من كذا من كذا فهم في حفظ الله تبارك وتعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فاللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين من الذي يبشر بالجنة الله تبارك وتعالى المعطي المنان الوهاب سبحانه جل وعلا يبشر عباده بالجنة سبحانه عز وجل والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجعلنا من أهلها قل أمين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تقول لهم الملائكة نحن أنصاركم في الحياة الدنيا نسددكم ونحفظكم بأمر الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى هو له الهيمنة على عباده فوى المحيط الحافظ الحفيظ المهيمن سبحانه عز وجل يحفظ عباده تبارك وتعالى ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه وتقر به أعينكم ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعاما لكم من غفور لذنوبكم سبحانه جل وعلا رحيم بكم سبحانه عز وجل فالله تبارك وتعالى هو العفو الغفور الغفار التواب سبحانه عز وجل نناجي الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبأسماء العفو نقول يا من يعفو ويصفح ويتوب على من تاب أنت العفو الغفور الغفار التواب وكذلك الله تبارك وتعالى هو الرحيم سبحانه عز وجل فالرحمن الرحيم الرؤوف نناجي الله تبارك وتعالى بأسماء الرحمة فنقول يا من واسعت رحمته كل شيء فأنت الرحمن الرحيم الرؤوف سبحانه عز وجل نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده تبارك وتعالى وعمل صالحا وعمل صالحا وعمل صالحا يعني هو دعا إلى الله تبارك وتعالى وكذلك يعمل بما يدعو إليه فاللهم أعين على ذلك يا رب العالمين اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى إذن لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده تبارك وتعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني المسلمين المنقادين لأمر الله تبارك وتعالى وشرعه وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان فضل العلماء الداعين إلى الله عز وجل على بصيرة وفك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فاللهم أعن على الدعوة إليك يا رب العالمين وهي أشرف عمل يكون به الإنسان هو عمل الأنبياء كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والمعنى لا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله واستقاموا على شرعه وأحسنوا إلى خلقه وهناك إيمان وهناك استقامة وهناك إحسان إلى عباد الله عز وجل لا تستوي بمن وبسيئة الذين كفروا به وخالفوا أمره عز وجل وأساء إلى خلقه تبارك وتعالى ادفع بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك وقابل إساءته لك بالإحسان إليه فبذلك يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوك كأنه قريب لك شافيق عليك وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا من إلا الذين صبروا أو صبروا أنفسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله عز وجل وما يوفق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة فاللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسه من حديث النفس لحملك على مجازات المسيء بالإساءة فاستجر بالله تبارك وتعالى واعتصم به إن الله تبارك وتعالى هو السميع لاستعاذتك لاستعاذتك به عز وجل العليم بأمور خلقه جميعا سبحانه عز وجل يبقى يستفاد من هذه الآية كثرة الاستعاذ بالله تبارك وتعالى فهو السميع العليم والسميع من أسماء الله تبارك وتعالى من أسماء الحياة فهو الحي السميع البصير سبحانه عز وجل والعليم من أسماء العلم لله تبارك وتعالى إذن فالسميع من أسماء الحياة لله تبارك وتعالى نناجئ الله تبارك وتعالى باسمه السميع وبأسماء الحياة فنقول يا من يرانا ويسمعنا فأنت الحي السميع البصير سبحانه عز وجل والعليم كذلك من أسماء العلم لله تبارك وتعالى نناجئ الله تبارك وتعالى بأسماء العلم فهو العالم العليم الخبير الحكيم سبحانه عز وجل ماذا نقول أسماء الحكم الله تبارك وتعالى نقول ربنا يا من لا يفعل شيئا إلا لحكمة أنت العالم العليم الخبير الحكيم سبحانه عز وجل أنت العالم العليم الخبير الحكيم أسماء السميع من أسماء الحياة الله تبارك وتعالى نقول يا من يرانا ويسمعنا فأنت الحي السميع البصير العليم من أسماء الحكمة الله تبارك وتعالى نقول يا من لا يفعل شيئا إلا لحكمة أنت العالم العليم الخبير الحكيم سبحانه عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تزجدوا للشمس ولا للقمر وازجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني من حجج الله تبارك وتعالى على خلقه ودلائله على وحدانيته وكمال قدرته اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما واختلاف الشمس والقمر وتعاقبهما كل ذلك تحت تسخيره وقهره لا تزجدوا للشمس ولا للقمر فإنهما مذبران مخلقان وازجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم حقا منقادين لأمره سامعين مطيعين له تعبدونه وحده عز وجل لا شريك له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني فإن استكبر هؤلاء المشركون عن السجود لله عز وجل فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك بل يسبحون له وينزهونه عن كل نقص بالليل والنهار وهم لا يفترون عن ذلك ولا يملون فاللهم أعن على ذكرك وعلى تسبيحك وتنزيهك يا رب العالمين فالله تبارك وتعالى له التنزيه إن كانت الملائكة تنزه وتسبح الله تبارك وتعالى فمن باب أولى الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى فهو القائل ولقد كرمنا بني آدم هو كذلك ينزي الله تبارك وتعالى عن كل نقص يا من ينزهك جميع المخلوقات والجمادات ينزهك عن كل نقص فأنت السبوح الكدوس السلام المتكبر فاللهم أعن على ذلك يا رب العالمين أما التجويد في الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى إن نون مشددة فيها غنم مقدار حركتين وغنميما ثمانونا شددة وسمي كل الحرف غناتين في قوله تبارك وتعالى ربنا الراء مفتوحة فيها التفخيم في قوله تبارك وتعالى الملائكة فيها مد واجب متصل لاتصال المد بالهمز في نفس الكلمة يجوز مد أربع أو خمس حركات في قوله تبارك وتعالى وآباشرو فيها حكمين الحكم الأول للقلقالة في الباء لأن الباء من حروف القلقالة المجموعة في جملة كطب جد والحكم الثاني تفخيم الراء لأن الراء هنا في هذه الحالة مفخمة لأنها مضمومة والوافي حكم مد طبيعي والآن مع تلاوة الأيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعث بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون هنا يوجد سجد التلاوة إذا قرأنا هذه الآية نسجد لله تبارك وتعالى وهذه تسمى سجد التلاوة لا يشترط لها الوضوء لا يشترط لها استقبال القبلة لا يشترط لها دعاء معين بل تدعو بما شئت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر